صباح الخير جميعاً أعزائي تلاميذ القسم السادس اليوم سنرى معاً تمارين الصفحة 72 المتعلقة بدرس التناسبية الرأس مال وسع الفائدة الكتاب المدرسي الجديد في الرياضيات تمارين واحد فتح أبو أحمد حساباً بنكياً بتاريخ 1 يناير 2020 وأودع فيه مبلغ 10 ألف درهم وجد أبو أحمد بتاريخ 1 يناير 2021 أن المبلغ المسجل في حسابه أصبح 10500 درهم أحسب مدة الزمنية التي استغرقها المبلغ المالي في البنك إذن أبو أحمد أودع المبلغ المالي يوم 1 يناير 2020 ثم عاد يوم 1 يناير 2021 فوجد أن المبلغ أصبح 10500 درهم إذن كم هي المدة الزمنية بالطبع 1 يناير 2021 وهنا 1 يناير 2020 1 يناير 2020 1 يناير 2021 سنة إذن المدة الزمنية التي استغرقها المبلغ المالي في البنك هي سنة السؤال الثاني بكم زاد المبلغ المالي المدعى خلال هذه المدة إذن نزل أبو أحمد في البنك 10,000 درهم وجبر من بعد سنة 10,500 إذن بش حال تزاد المبلغ تزاد بـ 500 درهم هنديره 10,500 ناقص 10,000 إذن هنا المبلغ اللي زاد به هو 500 درهم وفسر معنا هذه الزيادة إذن هال 500 درهم حصل عليها من بعد سنة إذن هي الفائدة اللي حصل عليها مدة سنة إذن من اللي أودع المبلغ المالي في 1 يناير 2020 أجبر المبلغ ديال اللي نزلوا اللي هو 10,000 درهم زاد بـ 500 درهم إذن هذه كتسمى فائدة سنوية إذن فائدة سنوية أحسب نسبة المئوية التي تمثلها هذه الزيادة بالنسبة للمبلغ المدع أستعين بالجدول التالي المبلغ بالدرهم 10,000 درهم الفائدة السنوية 500 إذن النسبة المئوية هي كم مبلغ الفائدة بنسبة لـ 100 درهم إذن بنسبة لـ 10,000 درهم كان الفائدة 500 درهم إذن بنسبة لـ 100 درهم شحلة دي تكون إذن ندروا العلاقات الثلاثية شنو ندروا 100 في 500 على 10,000 100 في 500 100 في 500 مقسوم على 10,000 إذن 100 في 500 مقسوم على 10,000 إذن هنا جهة أصفار نمشي مع جهة أصفار ستبقى 105 في 500 500 على 100 هي 5 إذن هنا 5 إذن نقول سعر الفائدة هو 5 بالمئة هذا بالمئة يعني 5 درهم في كل 100 درهم تمرين 2 أودعت سيدة عائشة مبلغا مالين قدره 13,000 درهم لمدة سنة كاملة في أحد الأبنك إذا علمنا أن البنك يمنح السيدة عائشة 5 درهم عن كل 100 درهم أحسب المبلغ الذي ستستفيد منه السيدة عائشة إذن هنا يمنح البنك السيدة عائشة 5 درهم عن كل 100 درهم إذن نكتب 5 عن كل 100 وهذا يسمى سعر الفائدة يعني 5 بالمئة وما هو الرأسمال؟ الرأسمال هو المبلغ الذي أودعته في البنك إذن بالنسبة لنا في هذا التمرين هو 13,000 درهم إذن إذا كانت تربح 5 ساعة على كل 100 درهم مش حالة تربح على 13,000 درهم إذن هذا هو السؤال إذن باش نعرفه شنو هي الفائدة السنوية أو المبلغ الذي ستستفيد منه السيدة عائشة معناته شنو هو المبلغ الذي ستستفيد منه السيدة عائشة على هذا رأس المال يعني على الفلوس أو النقود لنزلتهم في البنك علما أنها تستفيد 5 درهم على كل 100 درهم إذن نعود نعود العلاقات الثلاثية 5 في 13,000 درهم على 100 إذن 5 في 13,000 مقسوم على 100 إذن هنا صفران مع صفران إذن يبقى 5 في 130 هي 650 درهم إذن ستستفيد 650 درهم تمرين ثلاثة يمنح متجر تخفيضا قدره 15% في أتمينة الملابس إن العبارة تخفيض 15% تعني أن كل 100 درهم تخضع لتخفيض قدره 15 درهم وهكذا عوض أداء 100 درهم نؤدي 85 درهم بمعنى هذا المياه تنقص منها 15 لأن هنا كلمة تخفيض يعني قدره نقص ومش قدره نزيد تخفيض يعني الأتمينة قدره تنقص إذن هنا هذا المقدمة فقط كيف سروا لكم شنو معنى التخفيض ولكن التمرين ما كتعلقش بمتجر الملابس كتعلق بالمكتبة في المكتبات ما تعليق اللافتة الآتية تخفيض 15% بالنسبة للتلاميذ والطلبة ألاحظ الجدول وأكمل إذن هنا الأتمينة العادية للكتب وهنا الثمن اللي غدي يكون التلاميذ والطلبة علما أن التلاميذ والطلبة عندهم تخفيض 15% في يعني من الأتمينة العادية ديال الكتب إذن هنا كذلك هستعمل جدول إذن كل 100 درهم تخضع لتخفيض ديال 15 درهم يعني مثلا كتاب اللي كي سوى 100 درهم غندلوا لتخفيض ديال 15 درهم بمعنى التعمل الحقيقي ديال لاحظوا 15 هو التخفيض أما الأتمينة فهي الفوق إذن هنا غدي ندير 60 وندير العلاقة 60 15 على 100 أتعطينا 9 60 في 15 مقصوم على 100 إذن هات السود هو مبلغ تخفيض ماشي 8 باش غدي شري التلاميذ والطلبة الكتاب إلا هذا غد تخفيض معناته أن ناخده الثمان العادي لو 60 ونقصه منه تسعود مش نعرفه الثمان الجديد للكتاب إذن هنا عدي جني 51 إذن بنسبة المنجد في اللغة التلاميذ والطلبة ياخده غد 51 درهم يعني هم كيستفدوا من التخفيض إذن هنا عشوف كليلة ودي من الكتاب تاني ما هو 8 8 هو 25 ودائما التخفيض المئة إذن نفسي 25 و15 مقصوم على مئة كجني 3.75 وكيف قلنا هذا هو فقط قيمة التخفيض يعني نقصه من الثمان العادي باش عاد نجبره الثمان الجديد إذن إذن غادي مناخده الثمان ديال الكتاب ليو 25 درهم نقصه منه قيمة التخفيض ليه 3.75 وغا تعطيني 21.25 درهم لنكتب هنا 21.75 بالنسبة لكتاب الثالث اللي هو كتاب العلوم تمان دياله هو 35 نفس الشي لنكتب تخفيض دي ما كيبقى للمام 35 في 15 على 100 35 في 15 على 100 غا تجيني هي 5.25 وعشرين وغا نقصه هات 5.25 من 35 اذا غا تعتني 29.75 اذا كتاب كليلا وديمنا غا تشريح الطالبة والتلاميذ ب 27.75 عوض 35 درهم تمرين اربعة بالنسبة لبعض البضائع تساوي الضريبة على القيمة المضافة 20% كاسميها التفايا تاكس يغفال اجوتي الضريبة على القيمة المضافة من الثمن الخالص لهو اوغ تاكس اشتي حيث تضاف اليه ليصبح الثمن الذي نؤديه عند الشراء لو تتسات تاكس كومبخيز اذا هد القيمة هذه مضافة وليس مش بحال تخفض دبع تخفض كان نقصه لكن هذا 20% هي كتزاد اذا 20 درهم بكل 100 درهم كتزاد على اي بضاعة شريتها بوحة الثمن معين الثمن الخالص هو اللي بدون ضاربة بدون هذه القيمة المضافة والثمن تتسا يعني يعني داخل فيه ضاربة اذا مثلا الاشريتي سلعة 200 درهم فانت غزيد عليها 20 درهم ديال ضاربة لان هنا التفاية قيمتها هي 20% اذا هنا خصنا نعمر هالجدول الثمن الثمن يعني بدون ضاربة هما هدو ملأت مينة اذا اذا شحل قيمة التفاية يعني كمبلغ مادي وليس كسعر هنا يعني مش عدن نشوف 20% يسمى سعر لكن هنا المبلغ هي شحال 8 هل نقول 20% في كل بضعة معنا البضعة لك 200 درهم زيادة فيها 20 درهم وهنا 8 تتساعد يكون كساو 8 الأصل زائد 8 ديال تفاية يعني 8 الأصل ديال البضعة مزيد عليه 8 ديال الضربة لكتأديها على ذاك البضعة وليكتسمى الضربة ضربة على القيمة المضافة هنا عندي الأتمنة يعني بدون ضربة وعند نجد قيمة الضربة ثم الثمن مع الضربة الثمن مع الضربة يكون كساو الثمن بدون ضربة زائد الضربة يعني زائد قيمة الضربة نعرف بأن سعر هذه الضربة هو 20% في كل 100 درهم يكون عنا زيادة 20 درهم ذلك نسلع مثلا قيمتها 100 درهم فانت هتخلص عليها 20 درهم دي الضربة فعيوض ما تخلص غيم 100 تخلص 120 يعني 20 زائد 100 إذن بالنسبة مثلا 1245 يعني التمل الأول اللي عندي هنا في الجدول نغضي 1245 في 20 على 100 عود 878 كذلك 878 في 20 على 100 عود 626 626 في 20 على 100 وشنو هي 20 على 100 إلا حسبنا 20 على 100 إذن 20 مقصوم على 100 كيمشي السفر مع السفر كسبقة جوج على 10 هي 0.9 إذن إحنا كل 8 من هدو هندربه في 0.9 إذن وإذن وإذا زدنا 20 49 على 1245 هنحصل على 8 تتس اللي غاي سوي 1494 بنسبة الثمن الثاني إلا ضربنا 0.9 كي جينا 175 0.6 وبالنسبة لفالوغ تتس يعني الثمن تتس غادي ندير هدي زائد هدي إذن هل غا جينا جينا 1053 0.6 1053 درهم فاصلة 6 ثم 626 0.9 0.9 751 0.9 0.4 0.5 exercice 5 سعيد a placé un capital de 12000 ديران dans une banque à 3% pendant un an quæl est l'intérêt qu'il a reçu de la banque دن هنا بعد آغ دي نعطي بعد le kalimati المهيما في هذا الدرس بترجمة ديالهم إلى الفرنسية الرأس مال بالفرنسية هو الفائدة سعر الفائدة سعر الفائدة سعر الفائدة هنا العلاقات ما بين هاتلاتة ديال الأشياء يعني الرأس مال والفائدة السنوية وسعر الفائدة يساوي كابتال في تو دينترات يعني الانترات égale a capital fois تو دينترات لتو دينترات يعني سعر الفائدة يساوي الانترات divisé par capital يعني الفائدة معصوم على الرأس مال كابتال égale الانترات divisé par تو دينترات بمعنى الرأس مال يساوي الفائدة السنوية معصوم على سعر الفائدة غرمزو الكل مفهوم هنا بالحرف الأول ديالو انترات I كابتال C تود انترات T دين I egal C fois T C egal I divisé par T T egal I divisé par C بالنسبة لها التمرين عطينا C egal 200 dirham يعني عطينا capital 2000 dirham capital قلنا هو رأس المال ولتو ولتو يعني سعر الفائدة هو 3% 3% وكتب ثلاثة على مئة مني كنجيو نحسبو كنعبرو على 3% بثلاثة على مئة إذن 12,336 ألف على مئة هي 360 إذن هنا الفائدة هي 360 وستين درهم